جذر النبات الجذر أحد أجزاء النبات الهامة وأولها ظهوراً والتي لا يستطيع النبات العيش بدونه ينمو أسفل سطح الأرض ولا توجد به أوراق أو براعم تأتي أهميته بالنسبة للنبات مما يقوم به من وظائف والتي تتمثل فيما يلي امتصاص الماء والأملاح المعدنية مثل البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم التي يحتاجها النبات ونقلها إلى فروع وأوراق النبات تثبيت الجذور في التربة ومنعها من الانجراف بفعل المياه الجارية والرياح التكاثر لبعض النباتات الأرضية مثل البطاطا هذا بالإضافة إلى تخزين بعض الجذور للغذاء الذي تنتجه الأوراق مثل اللفت والجزر والبطاطا والآن هل تعلم ما هو تركيب هذا الجزء الهام من النبات؟ وهل لكل الجذور شكل واحد؟ هيا بنا نتعرف سوياً على الإجابة تركيب الجذر يتكون جذر النبات من أربع مناطق رئيسية تتصر ببعضها بشكل تدريجي وهي القلنسوة المنطقة الميرستيمية منطقة الاستطالة منطقة النج أولاً القلنسوة روت كاب وهو الجزء الذي يتواجد في نهاية طرف الجذر حيث يعمل كغطاء واقل منطقة القمة النامية ثانياً المنطقة الميرستيمية ميرستيماتيك زون ويطلق عليها أيضاً منطقة الانقسام الخلوي فدائماً ما تكون في حالة نشاط مستمر حيث تنقسم لتكوين خلايا جديدة بعضها لمنطقة القلنسوة والبعض الآخر لمنطقة الاستطالة ثالثاً منطقة الاستطالة الينوغيشن زون وعلى الرغم من قصر هذه المنطقة لتصل لبضع مليمترات إلا أنها تمثل مكان النمو الفعلي للجذر رابعاً منطقة النضج ماتيوريشن زون والتي تتكون من الجذور الجانبية ليترال روتز والشعيرات الجذرية روت هايرز حيث تنم الجذور الجانبية في الجذر الأصلي لنبات وتخرج منها الشعيرات الجذرية والتي تمتد خلال التربة لتقوم بوظيفتها في امتصاص احتياجات النبات من الماء والأملاح أنواع الجذور يوجد نوعان رئيسيان للجذور وهما الجذور الوتدية والجذور الليفية أولاً الجذور الوتدية تابروتز وهي جذور أولية تنشأ من الجنين وتفرع منها جذور ثانوية وشعيرات جذرية تمتلك قدرة كبيرة على النمو والامتداد للوصول إلى عمق بعيد عن سطح التربة يكثر وجود هذا النوع من الجذور في النباتات الذات الفلقتين وينقسم إلى نوعين واتدي عادي مثل جذور القطن وواتدي تخزيني مثل الجزر ثانياً الجذور الليفية فايبروس روتز وتختلف عن الواتدية لخلوها من الجذور الرئيسية حيث تنشأ من مناطق أخرى غير الجذر الرئيسي وتتغلغل في التربة على شكل أحبال دقيقة تتوحد معاً في نفس الحجم ويقتصر نمو هذا النوع على طبقة التربة القريبة من السطح ويكثر وجوده في النباتات ذات الفلقة الواحدة